اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس 60 دقيقة فوتوشوب في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية صناعة الصور بتقنية الوكي او دراماتيك بلاك اندويت طبعا فكرة هذه التقنية هي تحويل الصورة من ملونة الى اسود وابيض وطبعا هذا النوع انتشار رهيب باعتباره ينطي انطباع قوي وينطي حدة وكارزمة للصورة طبعا توجد عدة طرق لعمل هذا النوع من الصور ولكن راح نشرح اسهل وافضل هذه الانواع طبعا نذهب الى image ومن ثم نجي الى calculation وطبعا راح نجي نجري بعض التعديلات على هذا الخانة طبعا نجي هنا نختار green وبيل اسفل نختار blue بيال اعلى نختار green وبيل اسفل نختار blue ونجي الى damage نختار multiply ومن ثم اوكي نعيد العملية green blue multiply وطبعا فقط ننتبه انه new channel فقط ننتبه انه نختار new channel ومن ثم اوكي جيد الان راح نذهب الى خانة channel وطبعا نضغط ctrl a ومن ثم ctrl c او نجي من edit copy نجي نرجع الى layers بهذه الطريقة طبعا نضيف طبقة جديدة من هذا الخيار بعد ما ضفنا طبقة جديدة راح نضغط ctrl v نلصق الطبقة اللي احنا نسخناها ممتاز الان راح نضيف بعض الرتوش من خلال انه نجي على adjustment layers وطبعا نختار curve بهذه الطريقة بعد ما نختار curve راح تطلع لنا هذه النافذة ونحاول نخلي السهم الى هذا الخط الاول من اليمين جيد الان راح نشوف النتيجة طبعا اذا حدثنا curve لاحظ انه اصبحت الالوان اكثر لاحظ انه الصورة هكذا كانت بهذه الطريقة وهكذا اصبحت لاحظ ان الصورة اصبحت اكثر حدة واكثر قوة وجاذبية نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى